اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مك the tech يوم بدنا نحكي عن الـ Updates اللي صارت هالاسبوع هيدا الاسبوع كان جنوني عنجة لداية من التنين يعني عملوا Updates لاشياء كتير نزلوا اربع اجهزة بعدين متى بعد يومين ثلاثة نزلوا الـ New Glasses وهلأ بسبتمبر عملوا الـ Power BI Updates على Fabric وعلى Power BI وعلى كتير اشياء بس وحدة من الامور اللي عملوها إذا مذكرين لمدة بالإكسال هلأ صار عنا متى اللمدة بس للـ Power BI وسموها UDF User Defined Function اللي هو دالا بيعملها اليوزر بحد ذاته المستخدم هو بيعمل هيدا الدالا خلال روح نشوفها بدون طول ثيرة نجي على Power BI لتقدروا تشوفوها طبعا بتكون تعملوا Update من المايكروسوفت ستور للـ Power BI اللي عندكن بس تعملوا Update بيصير في عندكن إياها بالـ Options لأنه هي بعدها Preview يعني بعدها تحت إضاء التجربة وبالتالي بتروحوا على File Settings و Preview Settings وبتنزلوا على Preview Features بس تنزلوا على Preview Features حتلاقوا شي اسمه هون Dax User Defined Function اللي تلكون عليها تعملوا التك عليها لتقدروا تشوفوها أكتر وطبعا نزلوا كمان شغلة تانية نزلوا شي اسمه Enhanced Dax Time Intelligence وهيدا شي كتير بقوي للـ Calendar والـ Management Time بقلب داكس خلينا نشوفها هيدي بس بحلقة تانية وكمان نزلوا اشيه تانية بس نحنا هلأ هنركز على هيدي الشغلة يعني واحدة من الإشيه اللي عملوها صاري بجانرالي Public Available إنو صار فيكن من السيرفزز تبنوا ريبورتاتكن وهيدا الشي حقارجيكم إياها بس تصير جاهزة عندي كاملة بإنو نبني complete report على الايباد بس هاي لحلقة تانية خلينا هلأ نشوف من بعد ما نشغل هايدي Dax User Function شو هي إذا بفوت على Learn More بتفتح عندي أنا هون شو هي وهاي حاليا مكتوبة بالإنجليزي إذا انتو حضرتوا الـ Comment Browser تبعي اللي أنا قلتلكم وعرفتكن عنه أكتر فينا نعمل Summarize هايدي الـ Page So summarize this page in Arabic أنا أعمل له إنو يلقص له هالصفحة بالعربي سو بيقلي هون تلاحظوا تلقي صفحة التقدام الدوال المعرفة من قبل المستخدم في Dax سو دوال المعرفة شو بتعمل بتجميع منطق داكس المتكرر يعني شي بتستعملوه بشكل متكرر لتستخدموها بس لاحظتوا إنو قديش سهل علي المهم Enable User Defined Functions بيقلكم كيف متما قلتلكم تدخلوها وتشوفوها وهي يبين بنعدلها بالـ Dax Query وبالتمدل View سو إذا بنرجع بنروح على الـ Power BI و بنقبص Cancel هون نحنا هايدي لنقدر نعرف Dax Defined Measure هون أو دالة معرفة من المستخدم لازم نكون يا بالـ Dax View بهيدا الـ View أو بدا نكون بالـ TMDL View أو تمدل View المعروف هون بس شو بتفيدنا هايدي الشغلة عشو ممكن نستفيد من User Defined Function User Defined Function بيفيدنا إذا إنتو عندكم إشي عم تعملوها بشكل متكرر بيصير فيكم تضيفو شغلة مثل Function بتنادولو وهو هدا الشي بيعملكم إياها بشكل متكرر يعني خليني أرجيكم هدا الشي أنا مثلا عندي هون الـ Sales Margin مقصومي على الـ Rate يعني أنا لما عملتها اضطريت اكتب كلمة Rate و Sales Value كمان مقصومي على Rate يعني أنا لما عملتها كمان اضطريت قسم على الـ Rate طب أنا في لي اكتب Function ساعتها أنا بس بنادي للـ Sales Margin والـ Sales Value حتى لو ما كانوا مقصومين على الـ Rate وهو لحاله بيقسم لي إياهن على الـ Rate لحتى نشوف هايدي الشغلة اللي حنعمله هو التالي نروح على الـ Dax View ومن قلب الـ Dax View بدنا ناخد طريقة الكتابة وبما انو نحنا فاتحين طريقة الكتابة هون فعنجي نشوف وحدة مكتوبة وكيف منعملها لاحظوا في عندكم Define شفتوها وهي بتعملكون Evaluate سو خلينا نعمل وحدة ونروح لهون ونعمل Paste لللي عملنا له سو أنا عندي الـ Function اسمه Add Tax أنا هون بدي يقلو بدي يسميه Add Rate والـ Amount اللي بدي ياخده هلا هون انتو عندكن هاي بس تحطه مقطتين هون بيطلع لكم شو الـ Definition هل هو Integer, Expression, Numeric Value شو هو بيحطوه منا ضروريه نسنخط كل مرة ولكن إذا انتو عندكن شي معين بتكون تحطوه لازم يكون معرف هون وبالآخر أنا شو بدي؟ بدي الـ Amount مقصومه على الـ Rate سو أنا بقسم الـ Amount Divide By the Rate وهيك صار عندي أنا الـ Function وإذا بدي أعمل له Evaluate فأنا إذا كانت Add Rate عشرة باتنقصها مع الـ Rate فأنا فيني يقلو هون Run لشوف الاسم يدعيتها 1 على 10 الـ Amount اسمي الـ Rate لأنه الـ Rate مش مختارينه بس خليني أرجيكم إياها بطريقة تانية بنقسم على 1.1 بنقلو Run صارت 9.09 هيدا إذا أنا عم حول من دولر لـ Euro أو شيء بما أنه أنا عندي الـ Rate هو Major فأنا فيني أخده للـ Rate وحطه هون لأنه هو Major معرف عندي أوكي؟ صار عندي هلأ كل اللي علي أعمله لشوف تلاحظوا أنت الـ Functions هون عندي هون سفر فبقلو Update this Function to Model هيدا هون شفتوها هاي بكبس عليا أو بكبس Model with changes بس هاي هانيا قريبة بكبسها Update Model وصارت عندي بدي New Function أو New Major بروح بكبس New Major وهيدا المجر بسميه Value with Rate وبقلو Equal وبعيت للـ Function اللي أنا عملته اللي هو Add Rate شفتو هون صار Fx Add Rate مين بدي قلو؟ بدي Sales Value Value وإذا منيجي منتبس على Value ومناخذها ومنحطها ك Value بيمكن فيتي تهوني بالفلتر اللي مخطوطها علي وإرجاع حط Value بالمكان تاحها وإذا بتلاحظوا أخذها للـ Sales Value وعطاني نفس Value هلأ إذا منيجي منتطلع منغير التوغل بيقرأ نفس الـ Sales Value اللي أنا قردي أنا حاططها ومقصومي على الـ Rate بس هون اكتبت Function أسهل بكتير وهو Value with Rate وحطيتها بحال أنا بدي جيب هلأ المارجنز ومسلا هون عندي أنا الـ Sales Margin كمان أسمع الـ Rate خلا نشوف الـ Sales Margin الـ Day متى هلي نحطن record لحاله هاي الـ Sales Margin وهي الـ Sales Value محطوطين قدامكم هون خلا نكبرون شوي وخلا نحطها كل واحدة لحاله هاي الـ Sales Margin هاي الـ Sales Margin نحن عملنا الـ Value with Rate اللي هي الـ Sales Value with Rate هاي الـ Sales Value with Rate هاي الـ Sales Value with Rate إذا منتطلع طبعا نحن كل مرة بنا نعدل الفورميل اللي حتى نحط بقالبة Rate هون بينما هون لأني استعملت الـ Function ما في داعي كل اللي علي أعمله بكل بساطة اني زيد another measure new measure وهيدا المجر تدي سميه أنا Margin Underscore Rate وهيك ساعتها أنا بستعمل كمان الـ Add Rate فنكشن تاعي اللي أنا عملته وبحط Sum of Margins in USB وبسكر وخلصة العملية بالنسبة إليه صار عندي الـ Margin Rate كمان هلا إذا بضيفه صار عندي الـ Margin Rate ولاحظوا هلا لما هجيب الـ Currency Toggle هاي اللي عندي إياه هون وبعمل لها Copy وبزيدها هون بكبس عليها كله عم يتغير من نفس الطريقة وبكل بساطة بس أنا هالمرة مني مضطر كل مرة انه نادي أو اكتبر الاسمي rate أو شي لأنه عملت function واحد بكل بساطة هالـ Function اسمه Add Rate وصار بس بحط الـ Value هاي وهو لحاله عم يقسم ليها ويتصرف بكل بساطة هيدا كان كل شي عن User Defined Measures طبعا في كتير استخدامات لإله وانتو صار فيكن تفكروا بـ 100 function فيكن تعملوه هيدا الـ Function تستعملوه بأكتر مما كان بالـ Report تكتبوه فنكشن واحد وبدل ما كل مرة تكتبوا مسلسل طوير بالـ Dax انتخيلوا زي انتو عندكم مثلا الـ Previous Year Sales اللي هي كل هاي بدل ما كل مرة اكتب Previous Years كل اللي علي بعملو بعمل User Defined Measures بياخد نبيعات السنة وهو لحاله بيحسب لي الـ Rate وبصير بعملها Previous Sales Year Previous Margin Year Previous Caza whatever كل ياتو بصير هين عليكم هيدا كان كل شي لليوم بتمنى هالحلقة تكون عجبتكن واذا بتكون شي اكتر عن المعلومات انطروا الحلقات الجاي اللي هنحكي فيها عن Dax Time Intelligence هنحكي عن كل شي نزلوه Power BI B September Event وفي عمله صار هلا Fabric Update كمان فيه اشيات تانية والحلقة اللي كل الناس ناطرينها كيف نقدر نعمل الـ Report Direct من الـ iPad عبر السيرفيسز هيدا هتكون ان شاء الله بالاسبيع اللي جايه من هولا شوفنا الحلقة الجاي سلام